بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب التعليم المفتوح المود مجليحة عين شمس كلية التجارة جمعة زازير المستوى الثالث برنامج النظم المحاسبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل إن شاء الله مع بعض في المحاضرة دي اللي هي المحاضرة رقم اتنين المحاسبة عن أنشطة الاستغلال الزراعي وإحنا غطينا في المحاضرة الأولى استغلال الأراض الزراعية في إنتاج المحاصيل الزراعية وتسمى بالمحاصيل الحقلية في المحاضرة الحالية هنتناول استغلال الأراض الزراعية في إنتاج القدرات والفكهة والأشجار وتسمى بمنتجات المشاتل والحدائق منتجات المشاتل والحدائق عندنا مشاتل وحدائق طبيعتها إن هي بتحتاج لفترة أطول علشان نوصل لعملية الإنتاج يعني أنا بنمر بالأول بيبقى فيه زرع للشتلات والشجيرات علشان خاطر أبتدي الأشجار دي تطلع لي سمار والشتلات دي تطلع لي سمار واستغلها بصورة اقتصادية فده بياخد وقت أطول المشتل بيكون عبارة عن أرض أو قطعة أرض مخصصة لإنبات البزور والعقل لإنتاج شتلات وشجيرات الفكهة أو الزهور بهدف إيه؟ بهدف إن بأوفر احتياجات مزرعة مزرعة عندي من الشجيرات محتاجة لها شجيرات وشتلات فبوفر لها احتياجاتها فبخصص حتة أرض أطلع بيها الشجيرات وشتلات دي أو بهدف إن أنا بنتج المنتجات دي علشان خطرة بحها للغير أتاجر فيها وبحها للغير أو إن أنا باستخدم قطعة الأرض دي في النشط ده عشان الغراضين مع بعض بحقق بيها الهدفين مع بعض إن أنا عايز أبيع للغير وتاجر وأكسب وإن أنا عايز أستخدمها عندي في مزارع عندي وحدائق عندي فعايز شتلات وعايش شجيرات محتاجها فيها عشان نزرحها ونبتدي تنمو وتطلع سمار في النهاية وابتدي يبقى فيه استغلال اقتصادي المشتل قد يخصص لإنبات نوح واحد من الأشجار أو لإنبات عدة أنواع يعني ممكن يكون المشتل متخصص في نوع محدد هو ده نشاطه اللي بيمرسه وهو النوع الواحد ده اللي بتعامل معاه ولذلك لما بعمل حساب مشتل هنا أبتدي شغل المحاسبة هنا هو بيبقى نوع واحد من الإنتاج وحساب واحد اللي بتعمله حساب مشتل لو عندي عدة أنواع بقى وده مجال تاني أو فرصة تانية ممكن تكون بتتم استغلال المشتل فيها وهي أن المشتل مخصص لإنتاج عدة أنواع احنا بنبيع وابنتاجر وابنمارس نشاط فمحتاجين عدة أنواع ففعلا المشتل بيطلع عدة أنواع من الإنتاج عندي يبقى هنا باجي في حساب المشتل وبعمل أعمدة لكل نوع من الإنتاج داخل المشتل عمود خاص بي يبقى هنا أنا المشاتل عندي المشاتل في النشاط الاشتغلال الزراعي زي ما قلنا طبيعتها بتحتاج لفترات أطول علشان نوصل لثمار ونشاط وابتدي يبقى فيه إنتاج اقتصادي بنحتاج المشتل طبيعته ممكن يكون مخصص لإنتاج منتج واحد أو عدة منتجات ممكن الإنتاج بتاعه يكون استخدام خاص بصاحب المشتل في حدائق خاصة به أو استخدام إنتاج بيطلعهم المشتل عشان يبيعوا يتعامل فيه أو في الاثنين مع بعض المحاشبة هنا بتتمي من خلال حساب للمشتل بنفتح حساب واحد مشتاء المحاصيل الحقلية الحضرة اللي فاتت كنا فتحين ثلاث حسابات علشان أطلع لنتيجة النشاط أو الاستغلال الزراعي بتاعي هل فيه ربح ولا فيه خسارة واللي بروح به للحسابات الختمية أنا هنا بفتح حساب واحد للمشتل أنا النشاط بتاعي اللي هو الخاص بالمشاتل أن أنا بفتح حساب واحد للمشتل الحساب ده جانب مدين وجانب داين بنوت بتوضع في الجانب المدين وبنوت بتوضع في الجانب الداين نتعرف على البنوت دي وتبقى هي العملية بالنسبة لي حالة عملية موجودة وأرقام موجودة مجرد تسكين الجانب المدين بسكن أرقامه فيه والجانب الداين أرقامه فيه وطلع الفرق عندي هنا طبعا الوضع الطبيعي أنه الجانب الداين يزيد عن المدين أنا عندي فيه هنا بيع فيه إنتاجه ببيعه بطلع منتج هنا من المشتل بتاعي وببيعه ففيه عائد مفروض أو الطبيعي أو هدف النشاط أني بغطي التكاليف بتاعتي وبيتحقق لي عائد أو ربح حصل العكس في حساب المشتل والتكاليف زادت عن الإرادات يبقى هنا الناتج عندي بيكون خسار طيب حساب المشتل قدامنا هو هنا متصور حساب المشتل عن الفترة المنتهية في نهاية السنة المالية بتاعتي وجانب مدين وجانب داين وزي ما أنا شايف عندي هنا عمود واحد لأن مثلا المنتج هنا واحد لو عندي عدة أعمدة أو عدة منتجات من داخل المشتل يبقى عدة أعمدة عندي المنتج ألف والمنتج بي والمنتج جيم زي ما شفنا في حساب الحقل كان فيه أعمدة حسب المحصيل المزرعة في الحقل نفس الفكرة في المشتل طبق نفس الفكرة في المشتل أنا عندي هنا الجانب المدين بنحط فيه إيه؟ الجانب المدين بنسكن فيه الأرقام الخاصة بالتكاليف والمصروفات بالإضافة للرصيد أول المدة والجانب الدين بنسكن فيه الإرادات وعائد المبيعات بالإضافة ليه رصيد آخر المدة اللي هو الحاجات اللي هتفضل في المشتل بعد نهاية الفترة المالية بتاعتي الجانب المدين ببتدي رصيد أول المدة اللي هي دي شتلات بقية من الفترة السابقة يعني أنا بابتدي الفترة المالية بتأتي الشتلات دي موجودة عندي فعلا في المشتل فده بيبقى رصيد أول المدة بابتدي بيق الجانب المدين بعد كده بضيف أي تكاليفة أو أي مصرفات أول حاجة تكلفة إنتاج الشتلات خلال الفترة المالية الحالية إيجار المشتل زي ما قلنا أو إيجار المسل لو تمليك إهلاك ألات ومعدات برضو زي ما ورد علينا في الحالة السابقة في حاجة اسمها مصدات رياح ومصاريف راي مصاريف مقاومة آفات وتطعيم وتقليم مصاريف بيع شتلات ده كل المصرفات والتكاليف أو أغلب أو أهم المصرفات والتكاليف اللي ممكن يتم انفقها خلال فترة معينة على المشتل بتاعنا طب الجانب الدين في إيه؟ عندي بعد جانب الإرادات والعوايد بتاعتي عندي مبيعات شتلات وعندي عائد محقق من شتلات محولة إلى حدائق يعني نفترض أن صاحب المشتل ده عنده حدائق وبياخد شتلات من المشتل بتاعه علشان يزرحها فيه الحدائق بتاعته فطبعا بقيمتها بتتسجل ضمن العائد أو الجانب الدين لحساب المشتل ده جزء خارج من إنتاج المشتل آخر حاجة عندي لو فيه شتلات بقي آخر المدة يعني أنا بنهي الفترة بتاعتي الفترة المالية أو الفترة المحاسبية وبعد الحسابات بتاعتي الحساب الخاص بالمشتل فأنا هنا فيه رصيد موجود أو شتلات بقي آخر المدة ده بنسميه رصيد آخر المدة بيطلع عندي الحساب بالشكل ده آدي الجانب المدين زي ما قلنا وآدي الجانب الدين جانب المصرفات والتكاليف وجانب الإيرادات أنا هنا افترت أو حطيت فردية أن الجانب الدين أعلى من المدين زي ما بقول ده الوضع الطبيعي ولكن لا يمنع أن ممكن يحصل العكس لأي أسباب وأي زوج فالوضع أن الجانب الإيرادات أعلى من الجانب المصرف والتكاليف فعندي هنا طلع الفرق عبارة عن أرباح نشاط المشتل وده اللي بيروح الحسابات الختمية زي ما ودينا حساب متجرة في المحاصيل الناتج بتاعه حساب الأرباح والخسارة أو قائمة الدخل نفس الشيء هطبعه على حساب المشتغ هنا إن أنا حياخد الناتج بتاعي اللي هي طلع علي قدامي هنا أرباح نشاط المشتغ حوديها كأرباح أو لو طلع العكس الجانب المدين أكتر من الدين حوديها في الحسابات الختمية بتاعتي كخسائر نشاط المشتغ ده كل اللي نقدر نقوله في المشتغ هو تطبيقه ساهل وحساب واحد بنطبق عليه بيكون سهل علينا إن إحنا هنا ناخد مثال عملي ونسكن الأرقام زي ما بنقول موضوع في منتهى السهولة لو قلت لك في المثال فيما يلي البيانات الخاصة بأحد المشاتل عن السنة المالية المنتهية فيه أفطارد مثلا في 31-12 مثلا 2019 عندي مدين البنود كلها وأنا اللي حشوف بقى إيه البنود المدينة أو إيه البنود الدينة زي ما قلت المصاريف والتكاليف في الجانب المدين والإرادات والعوائد في الجانب الدين عندي شتلات موجودة أول المدة 10.000 جنيه إيجار ماشتل 2000 جنيه بزور وعقل 1000 جنيه مصاريف تطعيم وتقليم 1000 جنيه مبيدات آفات زراعية 5000 جنيه مصاريف ري 10.000 جنيه أجور ومرتبات 10.000 جنيه إهلاك آلات ومعدات 500 جنيه مصاريف بيع شتلات 500 جنيه مبيعات شتلات نقدا 30.000 شتلات محولة للحضائق قلنا دي بتخرج بقيمتها 6000 جنيه شتلات موجودة في المشتل في نهاية العام اللي هو رصيد آخر المدة 8000 جنيه عايزين نصور حساب المشتل في نهاية الفترة المالية الحساب المشتل حيطلع لي بالشكل ده وطبعا إحنا في الامتحانات الإلكترونية أنا ما بطلبش منك تصور حساب أنا بديلك أسئلة ده طبعا ما أنتم مر عليكم في المستوى الأول والمستوى الثاني وشفت طبيعة الأسئلة والتعامل أن أنا بسألك في النتائج بتاعتك يعني أنت لازم في الخارج بتعمل حساب المشتل ده والنتائج اللي موجودة داخلها أو البنود اللي موجودة داخلها وتوظيفك ليها والناتج اللي طلعت منه هو ده اللي بسألك فيه بواجه لك فيها الأسئلة بطريقة الامتحانات الإلكترونية فلازم تعمل حساب المشتل فلازم بنعرفه وبنأسس عندنا الشغل بيبقى الأساس موجودة هو إن أنا مصدر البيانات المعلومات بتاعتي اللي حوظفها في الإجابة على أسئلة الامتحان فحساب المشتل هعمله هاخد البنود اللي عندي وسكنها في حساب المشتل زي ما قلنا في الشرح البنود المدينة رصيد أول المدة إيجار المشتل البزور مصاريف تطعيم مبيدات زراعية مصاريف رأي أجور ومرتبات إهلاك ألات ومعدات مصاريف بيع شتلات تمام؟ هذه كل البنود المدينة عندي البنود الداينة عندي شتلات تبعت نقداً بـ 30 ألف وشتلات تحولت لحدائق 6 ألف يبقى دي 36 ألف وعندي رصيد آخر المدة 8 ألف جنيه أبتدي أشوف الجانبين بتوعي الجانب الداين طبعاً أعلى من الجانب المدين الجانب الداين 44 ألف بصفيه مع الجانب المدين بيطلع الفر عندي 13 ألف جنيه 13 ألف جنيه يعني معنى كده أن مجموعة بنود الجانب المدين عندي 31 ألف جنيه لو جمعت بنود الجانب المدين كلها الموجودة قدامي من أول رصيد أول المدة لمصاريف بيع شتلات هتطلع 31 ألف جنيه الفرق بينها وبلا 44 ألف 13 ألف جنيه جانب الداين أعلى من المدين الإرادات والعوائد أعلى من المصاريف والتكاليف يبقى عندي هنا نتيجة نشاط المشتل بتاعنا عبارة عن أرباح نشاط المشتل 13 ألف جنيه وده حيروح للحسابات الختمية في الأرباح والخسائر بتاعتنا اللي هي عندي هنا دايق أرباح نشاط المشتل يبقى أنا الحسابات الختمية باخد فيها النتائج النهائية للحسابات التفصيلية اللي أنا بعملها للنشاط الزراعي بتاعي في المحاصيل الحقلية عملنا ثلاث حسابات عشان نوصل منهم لحساب المتجرف المحصول عملنا حساب الحقل وحساب مخازن المحصول وصيدنا بقى للمتجرف المحصول اللي أنا بحبتدي أبيع بقى المحصول بتاعي وطلعت الناتج بتاعي ربح ولا خسارة وناتج الحقل ده هو اللي حاخده أسكنه في الحسابات الختمية بتاعتي هل هو أرباح الحقل أو أرباح المتجرف الحقل أو خسائر المتجرف الحقل تتسكن في الحسابات الختمية في الأرباح والخسائر أو قيمة الدخل بتاعت نفس الشيء بالنسبة للمشتل أطلع الناتج بتاعه من الحساب المشتل وهو ده اللي أخذه للحسابات الختمية وبكده نكون غطينا حساب المشتل نشاط المشتل وبيتخصص في إيه والحساب بتاعه والناتج بتاعه بطلعه ازاي وبتعامل معاه ازاي وبنكون كده خلصنا الجزء ده في استخدام الاراضي الزراعية في المشاتل والحدائق خلصنا المشتل يبقى فضل لنا حدائق الفكهة وهو ده اللي حنشاء الله نغطيه فيه المحاضرة التالتة لنا وحتبقى المحاضرة الاخيرة في القسم ده من المقرر الخاص بالنشاط الاستغلال النباتي للاراضي الزراعية فاشوفكو على خير ان شاء الله في المحاضرة رقم ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته